اكد السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية موصلة استقطاب الاستثمارات التي تسهم في دعم التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين وخلق الفرص النوعية الواعدة وأشار حميدان إلى أن ذلك يتأتى من خلال تحديد القطاعات التي تتميز بقوتها وتنوعها الحيوي على المدى البعيد وضمان القراءة الوعية للمستقبل والسعي لدعم جهور التحولات الرقمية إلى جانب تعزيز البنية التحتية المناسبة والبيئة الداعمة بقوة للرقمنة والتي تهدف في المحصلة إلى تحقيق التنمية المستدامة جاء ذلك لدى مشاركة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة والتي عقدت في المملكة العربية السعودية حيث تم استعراض استراتيجية الاستثمارات للمجلس وما تركز عليه من قطاعات حيوية في عدد من الأسواق البارزة والتي تحظى فيها مملكة البحرين بمزايا تنافسية قوية تشمل البيئة المواتية للأعمال والكلفة التشغيلية الأفضل في المنطقة إلى جانب الموارد البشرية المؤهلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر